إذن مشاهدين السلاح الأقوى في مسألة مكافحة فيروس كورونا يبدو أنه قريب بعد هذه الاكتشافات الأخيرة في مسألة البحث عن لقاء وكذلك العلاج السلاح الأقوى كما قلنا هو حتى الآن يكون عقار ديكساميثازون استيروئيدي حيث يمثل بحسب منظمة الصحة العالمية اختراقا علميا في علاج مصابي الفيروس الذين يعانون من الأعراض الأكثر خطورة المنظمة أكدت في بيان أن عقار ديكساميثازون من عائلة استيروئيدات وهو أول علاج مثبت يقلل من الوفيات في صفوف مرضى كوفيد-19 ممن يتنفسون بوسطة أنابيب الأكسجين أو أجهزة التنفس الاصطناعي باحثون بريطانون يقودهم فريق من جامعة إكسفورد اختبروا العقار على أكثر من ألفين مريض بفيروس كورونا وجاءت النتائج بقدرة الدواء على إنقاذ أرواح ثلث المصابين والمرضى الذين يعانون من أعراض خطيرة واعتبر قسم الطب بجامعة إكسفورد أن ديكساميثازون هو أول دواء يظهر نتائج فعلية في البقاء على قيد الحياة لدى بعض المرضى المميزات الرئيسة للعقار أنه غير مكلف ويباع بدون وصفة طبية ما يجعل من الممكن استخدامه على الفور لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء العالم بحسب جامعة إكسفورد كل هذه الدراسات وبريطانيا بطبيعة الحال هي أول مستفيدين حيث أكدت أن لديها مخزونا جاهزا للاستخدام يقدر بمائتي ألف جرعة وأن العقار سيدخل اعتبارا من اليوم في استراتيجية علاج المصابين بالفيروس لنأتي إلى الدواء يتكون من جرعات صغيرة من الكورتيكوستيرويد وهي هرمونات يفرزها جسم الإنسان بشكل طبيعي من خلال الغدة الكضرية هذه الهرمونات تعمل على تقليل الالتهابات للجهاز المناعي وخلال تغيير استجابة الجهاز المناعي ومنع انتقال كوريات الدم البيضاء إلى المناطق المصابة بالعدوى لماذا؟ السؤال هنا لماذا؟ لأن معظم وفيات مرض كورونا تكون بسبب حالة التهابية قوية تسمى عاصفة سيتوكين والتي يهاجم خلالها الجهاز المناعي الأنسجة والأعضاء بسبب الانتشار الواسع للفيروس في الجسم وذلك للعقار بالطبع آثار جانبية من أهم هذه الآثار هو ارتفاع نسبة السكر في الدم وكذلك تورم القدم بسبب احتباس السوائل في الجسم لكنها أعراض يمكن السيطرة عليها تحت الإشراف الطبي ويمكن تجاوزها كذلك ولا تقارن بالنتائج الإيجابية المرجوة من العقار كمنقذ للأرواح ترجمة نانسي قنقر